ترأس وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي بمكتبه اجتماعا ضم المهندس وليد صراري مدير عام الأشغال العام مع عدن والمهندس قائد راشد مدير عام صندوق النظافة بعدن والدكتور توفيق سريع مدير عام شركة كابيتل الاستشارية ومستشاري الشركة وذلك في إطار مناقشة مشروع قاعدة بيانات استخدام الأرض بالمحافظة والذي ينظم عمل حصر وتحصيل الإرادات في الأوعية المالية بالمحافظة للحد من العشوائية والفساد وفي اللقاء استعرض مديراء الأشغال وصندوق النظافة وقيادة شركة كابيتل أهداف وخطوات البرنامج والآلية التي سيسير عليها بالتنسيق مع المديريات والمكاتب المعنية والملاحظات والإضافات هذا وقد أبدل جميع حرصهم واهتمامهم بتنفيذ هذا المشروع وخراجه للنور في خطوة استباقية وتمهيدية نحو نظام الحكومة الإلكتروني المزمعي تنفيذه في المستقبل ووفق التوجه الحكومي حضر اللقاء الدكتور محمد حسن عبد الشيخ مستشار الشركة والدكتور أمين علي محمد المهندس الفني المشروع والأخ زياد محمد أحمد مدير مكتب وكيل أول محافظة عدن